صوت واحد كان كفيلا بمنع تمرير مقترح قانون محاكمة الأسرى والمعتقلين عن بعد حيث صوت 16 عضوا ضده فيما أيده 17 أخرون من ضمنهم عضوا عن القائمة الموحدة خلال اللجنة الدستورية للكنيسة ليتم التصويت عليه فيما بعد بالقراءتين الثانية والثالثة كل قانون أو كل إجراء يهدف إبعاد الملتمس أو المعتقل أو المتهم عن المحكمة وقاعة المحكمة هو سيء بحد ذاته لأن صاحب الشأن وصاحبة الشأن بالقضايا القانونية أي نوع تقاضي هو الأسير والسجين المعتقل له الحق أن يمثل أن يسمع الأطراف بشكل واضح أن يقول ما لديه أن يقال أمام القاضي والقاضية لذلك أي إبعاد للمتهم أو المعتقل عن ساحة المحكمة وقاعات المحاكمة هو سيء وعمليا يحد من حقه في الإجراءات العادلة وطبعا حقه أن يمثل في هذه الإجراءات ورغم تبريرات إسرائيل بأن القانون جاء لدوافع صحية تحسبا من تفشي جائحة كورونا من جديد إلا أنه يمثل مسا صارخا بحقوق الأسرى الفلسطينيين الذين ينتظرون لحظة لقاء أقربائهم خلال المحاكمة بفارغ الصبر نهيك عن الحاجة بالتحدث وجها لوجه مع حفظ السرية والخصوصية مع محاميهم مما يضع علامات استفهام أخرى حول نمط تصويت القائمة الموحدة لصالح قوانين مشحفة تميز بحق العربي والفلسطينيين على هذا النحو موضوع أنه عضو كنيسة عربي صوت يعني مش متفاجئ طبعا هني يعني ببداية الحملة هذه بداية الحكومة الجديدة يعني رئيس هاي القائمة الدكتور منصور عباس قال عنه المخربين يعني للأسرة يعني حدا بشوف أن هدول مخربين يعني راح طبعا يكون أصوات قائمته مع كل قانون يعني أنا لا أستبعد إذا بيجي قانون الإعدام للأسرة الفلسطينيين أن الحركة الإسلامية أو الموحدة أن تصوت مع يعني شفنا إحنا لم الشمل هي هذه زي إعدام عائلات وصوتوا طبعا ضد لم الشمل يعني أنت بتحكي قاعد على ناس اللي فيه قرار أن يكونوا ضد أبناء شعبين وبالذات عندما تتكون القضية تعلق بالقضية الفلسطينية وقضية الأسرة لا تتوانى الحكومة الإسرائيلية بزعامة المتطرفي نفتالي بينت بسن أكثر القوانين عنصرية بحق المجتمع العربي وهذا ما كان متوقعا لكن ما يثير الغضب لدى أبناء المجتمع العربي بأن هذه القوانين العنصرية باتت تمرر بأصابع عربية